لعشاق المشروبات الغازية احترسوا الوكالة الدولية لبحوث السرطان اعلنت خبر صادم ان المشروبات الغازية تحتوي على مادة الاسبرتام وهي مادة مصرطنة وهي مادة محلية صناعية وهي احلى متم مرة من السكر العادي ويتم استخدامها بديل السكر وتقدم الدكتور ايمن محاسب بطلب احاطة الى مجلس النواب مخاطبا فيه وزير الصحة وزير التموين بمنع المشروبات الغازية لاحتوائها على مادة الاسبرتام لان الباحثون يعتقد ان هناك صلة بين مادة الاسبرتام والعديد من الامراض مثل السرطان والصداع والاكتئاب والاضطراب ونقص الاخر وزيادة الوزن والزهايمر كمان ان من اضرار المشروبات الغازية ان هي بتعمل على تراكم الدهوم في الجسم خاصة في منطقة الخسر لانها تحتوي على نوعين من الدهون الحشوية وتحت الجلد وتؤثر على العظام واللي بيشربها بكميات كبيرة ما بياخدش على قدر الكافي من الكالسيوم المطلوب لاحتياجات الجسم وكمان بتأثر على صحة الاسنان خلوا بالكم من صحاتكم